عبد الحميد من الجزائر يسعى ليقول ما حكم سب لدين الأشياء يعني مثلا الجمادات والحيوانات وغير ذلك يقول ما حكم ذلك عبد الحميد بارك الله فيك أولا الخلق خلق الله عز وجل فالعرش وما دونه كله خلق الله عز وجل العرش والسماوات والأراضين والنجوم والأفلاك والملائكة والجن والإنس والأشجار والأحجار والجبال والحشرات والتراب كل شيء خلق الله عز وجل ولذلك الإنسان ممنوع أن يسب شيئا من خلق الله سبحانه وتعالى لا يجوز له أن يسب شيئا من خلق الله سبحانه وتعالى وخاصة إذا صحب ذلك سب دين هذه الأشياء ومعلوم بأن كل شيء إنما يسبح بحمد الله سبحانه وتعالى قال جل وعلا وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم وقد كان الحصى يسبح في يد النبي عليه الصلاة والسلام وله نطق كان يسمعه الناس والحصى يسبح في يد النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك يقول جل وعلا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عد وكلهم آته يوم القيامة فردا فالعرش وما دونه كلهم عبيد لله عز وجل عبودية اضطرار أو عبودية اختيار أما عبودية الاضطرار فكل ما خلق الله عز وجل فهو عبد اضطرار يعني الله عز وجل قدرته وقوته نافذة في هؤلاء في هذا الخلق العجيب هذا الخلق العفهم كلهم عبيد لله اضطرارا وأما عبودية الاختيار فهي لأهل الإيمان ولأهل الإسلام ولذلك لا يجوز إنسان أن يقول عن حيوان أو عن جماد أو عن شجر يسب دينه دينه ما هو هو خلق من خلق الله عز وجل ولذلك هذا تسبح بحمد الله هي موحدة هذه موحدة ما يعرف عن شجرة أنها مشركة بالله ولا يعرف عن حجر أنه مشرك بالله ولذلك لا يجوز مثل هذا والمسر المطالب بأن دائما ينظف لسانه من السب والشتم العادي كيف بأن يسب دين هذه المخلوقات التي هي تسبح بحمد الله سبحانه وتعالى